بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي نختتم به إثراءاتنا لهذا الفصل الدراسي الثاني تعرفنا خلال الإثراءات السابقة ثم بعد ذلك سوف ننطلق الإثراءات جديدة وهذا الإثراء في درسنا لهذا اليوم يتحدث عن النظام الشمسي إضافة إلى النجوم والمجرات سوف ننطلق للدرسين خلال هذا الفصل أو خلال هذا المراجعة وهما النظام الشمسي وكذلك النجوم والمجرات ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي لنشاهد عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم النظام الشمسي والنجوم والمجرات وإثراءاتها لننطلق وإياكم طالبي وطالبتي في البداية عن أهم المفردات خلال هذين الدرسين لنبدأ بالدرس الأول كانت أهم المفردات خلال هذا الدرس النظام الشمسي وذكرنا بأن هذا النظام الشمسي هو مجموعة الكواكب والأقمار والأجرام الأخرى والتي تدور حول الشمس كذلك تعرفنا على الكوكب وذكرنا بأن الكوكب هو جرم ضخم يدور حول نجم كذلك طالبي وطالبتي تحدثنا عن المذنب كأحد المكونات التي توجد في هذا النظام الشمسي وذكرنا بأن المذنب هو عبارة عن كرة من الجليد والصخور والتي تدور بدورها حول الشمس كذلك بالنسبة للدرس الثاني كان لدينا عدد من المفردات أهمها طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم المجموعة النجمية وذكرنا بأنها مجموعة من النجوم هي سوف تأخذ شكلا محددا كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على المجرة وذكرنا بأنها مجموعة كبيرة من النجوم وترتبط هذه النجوم معا بفعل قوة الجاذبية كذلك طالبي وطالبتي انطلقنا للحديث عن السديم وذكرنا بأنها سحابة ضخمة من الغاز والغبار والتي توجد في الفضاء وتكون غالبا ما بين النجوم والمجرات بالإضافة إلى ذلك قمنا طالبي وطالبتي بإعداد مطوية للدرس الأول تعرفنا على الكواكب الداخلية عطارة الزهرة الأرض المريخ جميع هذه الكواكب كانت كواكب داخلية انطلقنا بعد ذلك للحديث عن ما بعدها وهي الكواكب الخارجية المشتري زحل أورانوس ونبت جميع هذه الكواكب نسميها بالكواكب الخارجية أو الغازية كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على أجرام أخرى في هذا النظام الشمسي الشاسع كحزام الكويكبات المشتريات كالمذنبات وكذلك الشهب والنيازك بعد ذلك طالبي وطالبتي انطلقنا للمطوية الأخرى في الدرس الثاني تعرفنا فيها خلالها أو خلالها على النجوم وخصائصها وكيفية المقارنة بين النجوم الشمس رجل الصياد وغيرها من النجوم تعرفنا على المقارنة بين ألوانها وأحجامها وغيرها من الخصائص كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على المجرات وهي عبارة عن تجمع من النجوم كما ذكرنا قبل قليل والذي ترتبط بفعل الجاذبية فيما بينها كذلك طالبي وطالبتي انطلقنا للحديث عن تشكل الأرض كيف تشكلت الأرض من السديم نفسه الذي شكل الشمس بعد ذلك طالبي وطالبتي نقوم بمراجعة ما تعلمناه عبر بعض الخرائط المفاهمية حول العوامل التي تبقي الكواكب في ذلك النظام الشمسي تسير في ذلك المسار حول الشمس ما هي تلك العوامل طالبي وطالبتي؟ أحسنتم بالتأكيد هما عاملان هامان وهما القصور الذاتي وكذلك الجاذبية إضافة إلى ذلك تعرفنا على التفسيرات التي تدعو لحركة الكواكب كان أولاها طالبي وطالبتي يقول بأن الأرض هي المركز بينما الكواكب تدور حولها أما التفسير الثاني كما تشاهدون أمامكم الشمس هي عبارة عن المركز بينما الكواكب تدور حولها وهو التفسير الأدق والأكثر صحة كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على الفرق بين أجرام الأخرى في هذا النظام الشمسي وهما الشهب والنيازك ما الفرق بينهما؟ أحسنتم رائعون إذن ذكرنا بأن الشهاب لا يصل إلى سطح الأرض بينما النيزك طالبي وطالبتي يصل إلى سطح الأرض تعرفنا في الدرس الثاني على فوائد المجموعة النجمية ذكرنا بأن المجموعات النجمية لها فوائد منها أنها تساعدنا في معرفة الفصول السنة كذلك تساعدنا في التعرف على الاتجاهات إضافة إلى ذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على بعض خصائص النجوم من أهم هذه الخصائص طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم البعد إضافة إلى سطوء ذلك النجم وكذلك لون هذا النجم تختلف كذلك النجوم باختلاف حجمها وكذلك تختلف باختلاف دورة الحياة التي يتكون فيها ذلك النجم كذلك طالبي وطالبتي تختلف النجوم باختلاف درجة حرارة ذلك النجم بعد ذلك طالبي وطالبتي انطلقنا للحديث عن المجرات وذكرنا أن للمجرات أنواع ثلاثة ما هي أحسنتم رائعون إذن من أنواع المجرات طالبي وطالبتي مجرة إهليلجية كذلك طالبي وطالبتي لدينا نوع آخر من أنواع المجرات وهي المجرة غير المنتظمة وأخيرا هي المجرة اللولبية إذن هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع للمجرات كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على أهم مفردات خلال هذا الدرس في المجموعة النجمية ذكرنا السديم وقلنا أن السديم هو عبارة عن كميات ضخمة من الغازات وكذلك الغبار تعرفنا على الانفجار العظيم وذكرنا بأن هذا الانفجار هو التوسع المفاجئ للكون وبعد ذلك تعرفنا على مجرة درب التبانة وذكرنا بأنها هي مجرتنا الأم وهي مجرة لولبية وتدور النجوم حولها ومنها كذلك بالتحديد الشمس كذلك النظام الشمسي مع هذه الشمس ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنضع هذه المفردات أمامكم ثم نحاول الإجابة عن هذه المفردات طالبي وطالبتي بوضعها في المكان المناسب خلال الأسئلة أسفل هذه المفردات ننطلق وإياكم لقراءة هذه المفردات ثم بعد ذلك نستكشف الإجابة الصحيحة النظام الشمسي النيزك السديم المجموعة النجمية النجم السنة الضوئية الشهاب الكوكب المذنب وأخيرا المجرة ننطلق لنقرأ السؤال ثم نجيب عنها بوضع المفرد المناسب في المكان المناسب السؤال الأول فراغ جزء من الشهاب لم يحترق كاملا وبالتالي يصل جزء من هذا الشهاب إلى سطح الأرض ماذا نسميه في هذه الحالة أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميه النيزك عندما ذكرنا وقلنا أنه عندما يصل جزء منه إلى سطح الأرض حتى ولو كان ذرة غبار فبالتالي يسمى بذلك النيزك ننطلق بعد ذلك إلى السؤال الثاني بنفس المفردات فراغ مجموعة الكواكب والأقمار والأجسام الأخرى والتي تدور حول الشمس ماذا نسميها؟ الأقمار الكواكب والأجسام الأخرى وتدور حول الشمس ماذا نسميها؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميها بالنظام الشمسي ننطلق بعد ذلك للسؤال التالي بنفس المفردات فراغ سحابة ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء والتي تكون بين النجوم والمجرات ماذا نسميها؟ غاز وغبار يكون بين النجوم والمجرات أحسنتم بالتأكيد هي عبارة عن السديم ننطلق للسؤال التالي وهو السؤال الرابع فراغ مجموعة كبيرة من النجوم وتوابعها ترتبط هذه النجوم بفعل الجاذبية ماذا نسميها؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميها بالمجرة فهي مجموعة من النجوم ترتبط بفعل الجاذبية فيما بينها ننطلق للسؤال التالي وهو السؤال الخامس فراغ جسم صخري أو فلزي صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض ولكنه يحترق قبل أن يرتطم بسطح الأرض ويظهر كخط لامع في السماء ماذا نسميه؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد نسميه الشهاب ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي لسؤال التالي وهو سؤال السادس فراغ تجمع من النجوم يأخذ شكلا معينا في السماء كما نراه أو كما نراها في نظامنا الشمسي ما هو التجمع لهذه النجوم؟ أو ماذا نسميه؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميه بالمجموعة النجمية ننطلق للسؤال التالي وهو السؤال السابع كما تشاهدون أمامكم فراغ جسم كروي كبير يدور حول نجم ما هو الجسم الكروي الكبير والذي يدور حول نجم؟ حول شمس مثلا أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميه بالكوكب ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي للسؤال الثامن فراغ كرة ضخمة من الغازات الملتهبة والمترابطة بفعل الجاذبية وتطلق الضوء والحرارة من ذاتها ماذا نسميها؟ أو ماذا نسمي هذه المفردة؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد إننا نسميه بالنجم ننطلق للسؤال التاسع طالبي وطالبتي فراغ كرة من الجليد والصخور تدور حول الشمس لاحظ معي طالبي وطالبتي تدور حول الشمس ويكون متجمداً على أطراف النظام الشمسي وكذلك خارجه ماذا نسميها؟ أحسنتم بالتأكيد إننا نسميها بالمذنبات أو المذنب ننطلق للسؤال التالي وهو السؤال العاشر فراغ المسافة التي يقطعها الضوء في سنة ماذا نسميها؟ ماذا نسمي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة؟ أحسنتم رائعون إذن نسميها بالسنة الضوئية نختتم أسئلتنا طالبي وطالبتي بهذا السؤال والذي يقيس مهارتك طالبي وطالبتي في عملية المقارنة وريد منك أن تفسر هذه البيانات أمامك ثم بعد ذلك تدري بإجابتك يقارن الجدول التالي بين الجاذبية على سطوح بعض الكواكب وسطح الأرض الجاذبية بين سطح كوكب ما و سطح الأرض لاحظ معي الكوكب لنبدأ بالكوكب الأول الزهرة مثلا يليه عطارد و المشتري نريد أن نقارن هذه الكواكب الثلاث أو جاذبية هذه الكواكب الثلاث بالنسبة للأرض أو لسطح الأرض لاحظ الزهرة 91% جاذبيتها بالنسبة للأرض 91% بينما عطارد جاذبيته بالنسبة للأرض 38% أما المشتري لاحظ جاذبيته بالنسبة للأرض 236% نقرأ السؤال يعتمد الوزن على قوة أو على هذه القوة وهي قوة الجاذبية أفترض أن شخصا يستطيع الوقوف على سطح كل كوكب من هذه الكواكب فماذا سيكون ترتيب وزن هذا الشخص على هذه الكواكب؟ بدءا من الأخف وزنا وحتى الأثقل ولماذا؟ إذن لاحظ مقارنة هذه الجاذبية بالنسبة للأرض ولاحظ كيف يمكن ترتيب وزن الشخص الذي يقف على أحد هذه الكواكب من الأخف إلى الأثقل نقوم بعملية تصنيف ونقوم بعملية الترتيب أحسنتم إذن نشاهد معا بأنه سيكون الترتيب بهذه الطريقة عطارت لماذا؟ لأنه أقل جاذبية بنسبة 38% يليه بعد ذلك الزهرة بجاذبية أكبر وهي 91% بينما المشتري سوف يكون أقوى جاذبية لذلك الشخص الذي يقف على ذلك الكوكب ب236% بالنسبة للأرض وبالتالي نستطيع عكس ذلك في زيادة قوة الجاذبية الذي يؤدي في المقابل إلى زيادة وزن ذلك الشخص من هنا أريد منكم طالب وطالبتي أن تستوعبوا هذا التساول لأنه سوف يأتينا بإذن الله تعالى خلال الفصل الدراسي الثالث والقادم إذن إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام إثراءاتنا خلال هذا الفصل الدراسي الثاني نراكم لاحقا بذن الله تعالى ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته